يا مساء الخير والحب وسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بتوحشوني جداً من الأسبوع للأسبوع اللي بعده بس تنى قابلكم في معادنا كل أسبوع بكون معاكم دايماً في نفس المعادرة يا السيد في نفس الوقت من كل أسبوع نكمل مع بعض رحلتنا في عالم الكتب نكمل مع بعض رحلتنا في عالم المكتبات والأحداث الثقافية حلقتنا النهاردة حقيقة مختلفة ومتنوعة هنتكلم مع بعض عن نوع من الكتب بيشد جمهور كبير جداً من عشاء القراءة وكمان عشاء الساحرة المستديرة كرة القدم من المعروف طبعاً أنها لعبة من أكتر الألعاب الرياضية اللي ليها شعبية كبيرة جداً في كل مكان في العالم مش بس في مصر وكمان كل مشجعين كرة القدم الحقيقة دايماً بيستنوا مواعيد المباريات اللي بيتفرجوا عليها لا الفرق اللي بيشجعوها أو الفرق بتاعتهم يفرحوا بفوز الفريق اللي بيشجعوه وبعد المطش يعودوا كده كلهم ولازم يعودوا ويحللوا المباراة وأداء اللعيبة وده لعب ازاي وده عمل ايه وقد ايه كرة القدم بجد بتعتبر من أهم أسباب السعادة عند ناس كتير جداً مش بس في مصر إنما كمان في العالم كله احنا النهاردة هنتكلم عن الكتب اللي بتتكلم عن عالم كرة القدم هنورنا النهاردة في الستوديو الأستاذ عمر البانوبي وطبعاً هو الكاتب والناقض الرياضي المعروف واللي ليه العديد من المؤلفات في عالم السحرة المستديرة مش بس في مصر على فكرة إنما كمان على مستوى العالم